روبين جوغادار رئيس نادي شبيبة مجلية صغارتا أهلا وسهلا فيك عبر صغارتا تشانل عرفنا شوي عن النادي كيف تأسس وكيف كانت بدايته نادي شبيبة مجلية من أقدم ناودي بالشمال تأسس سنة 1962 وبس بالظروف تعرف الأوضوع باللبنان توقف نشاطه بسنة 2001 وهذا الشي قدى أنه نخسر الرخصة من الاتحاد اللبناني والوزارة الشابي بالرياضة بس من شي صنة مص تقريبا اشتغلنا على الموضوع ونشكر الله طفقنا ورجعت الرخصة وإسسنا أكاديمية هلأ فيها حوالي 50 لاعب من جميع الأعمار وكمان فيها لنا شركة كابفل اللي عم تدعمنا بطيب مشكورة كيف علاقتكن مع نادي السلام صغارتا ووين بتشوف إيجابية هالعلاقة بشو تفسرت أنا بعتبر نادي شبيبة مجلية جزء من نادي السلام ونحن نادي السلام عائلة وحدة ويعني نحن تعواننا من قبل نحن مع نادي السلام وملنا بالصيفية الماضية وعملنا دورة كبيرة فيها شارك فيها تقريبا ش 350 لاعب وكذا يعني كان فيه من كذا أكاديمية ونادي من جميع مختلف مناطق اللبنانية وهيدي كانت البداية العلاقة مع السلام أنه تقوى أكتر ونحن هلأ بسبب دعم نادي السلام لألنا هالشي ساعدنا أنه نربح كأس الاتحاد بالشمال بتحب توجه أي رسالة لأي شخص؟ أكيد أول شي بنواجه الرسالة لرئيس نادي السلام صغرتها لبونا أصفين فرنجي يلي ما رفض لنا طلب وأكيد بنشكر خي شرب العزيزة كمان اللي تبكني كتير معنا وزميلي غسان خواجة وجميع الإداريين بنادي السلام وما فينا ننسى واسم عوض وطوني سيسين اللي هني عارض الملعب عطول حدنا وأكيد الشكر الأكبر بصراحة لللاعبين وللمدرب الأبطال عن جد اللي لعبوا من كل قلبهم بالعنفوين الصغرتاوي حتى قدرنا فزنا وكننا يعني مخسرنا ولا مبارات وأنا بعتبر اللعيبي كليتهم عن جد مثل إخوتي الصغار وبعتبر حالي رفيق لقلون وأحب بقلهم أنه أنا بحبهم كتير وإذا الله بريد سوا نربح كمان الدورة بالنهاية أكيد ألف مبروك لنادي شبيط مجدلية وأهالي مجدلية ونادي السلام وكل المحبين بقضاء صغرتا أكيد آخر شيبنا نشكركم ونشكر صغرتا تشانيل لأنه فتحولنا الفرصة نقدر نحكي عن نادي مجدلية ميرسي كتير